مبارح تابعنا مع حضراتكم بيان لحزب المصريين الأحرار وبيان آخر لحزب المؤتمر بشأن تأييد ودعم ودعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية القادمة النهاردة أعلن حزب الحركة الوطنية المصرية تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس الجمهورية للترشح لفترة رئاسية جديدة وذلك يأتي استكمالا وفقا لبيان الحزب لموقف الحزب الرسمي والذي سبق وأعلنه مبكرا خلال مؤتمر جماهيري انعقد خصيصا لدعم الرئيس بمحافظة ألمينيا يوم الاثنين الموافق العاشر من شهر يوليو الماضي وذلك تحت عنوان الحركة الوطنية يعقد أول مؤتمر جماهيري بالصعيد لدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة يضيف الحزب في بيانه أن ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية كبرى وما نراه من قدرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية وحجز مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد الدولي بيجعل من استمرار الرئيس السيسي لمرحلة رئاسية جديدة مطلب ملح تقتضيه الضرورة وتقتضي أيضا المصلحة العامة للدولة المصرية بما يمكنه من استكمال ما بدأ من مشروعات وبرامج تنموية وإصلاحية تبني وترسي قواعد الجمهورية الجديدة